ولكن أولاً أريد أن أتذكركم أنه لا يوجد شيء أنه لا يوجد أمريكاً في هذه المنزل إنه عراكي عراكي يدخل من عراكي عراكي وهي عراكي عراكي يجب أن يذهب غادر الموقع الآن لا نعلم هذه غارات إحنا سمعناها في فترات سابقة بها تعرض إلى ضربات حقيقة لا نعلم إذا كانت هناك استهداف أو غيرها من قبل الأطراف نفسها اللي إحنا نحكي بها حقيقة هذا الآن أمر يحدث الآن مباشرة نتمنى حقيقة السلامة للعقيد مايلز كاغنز إذن أرحب بضيفنا من عمان عبر الأقمار الصناعية البحث في الشأن السياسي والعراقي السيد رعد هاشم يعني تبدو الأمور مشتعلة وحامية الوطيس حتى أثناء المقابلة بهذا البرنامج الغارات نسمع صوتها هجمات في ذيقار هجم في التاجي حرق للمعدات للتابعة إلى التحالف الدولي لكن سيد مايلز كاغنز يعني قلل من شأن هذه الهجمات واعتبرها هي يعني عرقل الجهود اللي هي مبذولة ضد تنظيم داعش الإرهابي هل تعتقد فعلاً أن كل هذا اللي داي يصير ومن ضمنها اللي صار الآن بالجو يعني هو فعلاً فقط أمر إعلامي تحية لك أستاذ أحمد والمتابعين الكرام أعتذر أعتذر أستاذ رعد يعني مضطر أن أقاطعك حقيقة الأمر لا زال في تطور أعود إلى العقيد مايلز كاغنز من جديد سيد الكريم ما الذي حدث يعني نود أن نعرف حقيقة هذه الغارة تجربة هي أم هناك هجوم حسناً حسناً أرى أن أسمع أن تتجربة تتجربة ونحن لدينا مفتوحة عندما تتجربة تتجربة لتحرك إلى مكان محافظة أعني سمعت فقط صفارات الانذار وعندنا إجراءات عندما نسمع صفارات الانذار يجب أن نحتمي في مكان آم حسناً لكن لم أعرف أيضاً لذا أعرف أخرى لأعرف هنا لتنتجربة حسناً 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 لتحركها أو في حتك لا أعرف ما حدث ونحن لم نسمع أي مفجرات لكن لا أعلم بل الضوط ماذا حدث